والحمد لله وأنا أقول أليس ترك الصلاة كفرا؟ ما هو الجواب؟ بلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر مع ترك الخلاف بين الفقهاء هناك لأن تارك الصلاة موضع خلاف بين من يكفره ويخرجه من المل مرة ومن يفسقه يكفيه هذا أنه موضع خلاف بين العلماء هناك من يكفره يطلع من الملة وهناك من يفسقه أترضى يا تارك الصلاة أن تكون موضع خلاف بين الفقهاء فيما بين من يكفرك ويفسقك أليس ترك الصلاة كفرا؟ بنص الحديث؟ بلى الآن لو سألت أحدكم يا مصلين الآن وهذا الكلام موجه في نفس الوقت دعوى لمن لا يصلي لمن ترك السجود لله ولم يتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل على ربه جل وعلا ويتوب إلى الله لو سألت أحدكم يا فلان لو أعطيناك الكويت كلها بمالها وبذهبها وفضتها وعماراتها وسيارتها وضنوكها وإداراتها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل ولا لا؟ أنا أسألكم تقبلون ولا لا؟ نعم نعم ولا لا؟ ما تقبلون؟ صفقة خاسرة صفقة خاسرة طيب ما كفتكم الكويت؟ لو قلنا لهذا الإنسان المصلي يا فلان لو أعطيناك دول مجلس التعاون دول الخليج كلها وهذا مستحيل طبعا ما حد يسلمك إياها لو أعطيناك دول مجلس التعاون كلها تكون في ملكك الخاص بشرط أن تترك الصلاة تقبل ولا لا؟ أي شرأيكم تقبلوا ولا لا؟ تقبلون لا؟ لا صفقة خاسرة هذا الذي يترك الصلاة من أجل مجموعة الدول والله خاسر طيب ما كفتكم دول مجلس التعاون؟ لو قلنا لهذا المصلي يا مصلي لو أعطيناك قارة آسيا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة تقبل ولا لا؟ وإش رأيكم تقبلون أنت هذا الصفقة ولا لا؟ ما نقبلها؟ والله ما في مؤمن يقبل هذه الصفقة مؤمن صادق الإيمان الذي أوتي حقيقة الإيمان والله لن يقبل هذه الصفقة لأنها صفقة خاسرة طيب قل له ما كفتك آسيا؟ لو أعطيناك الدنيا كلها لو أعطيتك الدنيا كلها كي تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة حتى تموت وتموت تاركا للصلاة تقبل ولا لا؟ وإش رأيكم أنتوا تقبلوا هذا الصفقة ولا لا؟ تقبلوا؟ آآ سابعت الجواب ضعيف نعم ولا لا؟ لا ثم لا ثم ألف لا لا يقبل المؤمن هذه الصفقة الخاسرة ولو ملك الإنسان الدنيا كلها ومات وهو تارك للصلاة فقد خسر خسرانا مبينا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فخلف من بعدهم خلف خلف وليس خلف لأن الخلف هم الذين يخلفون بخير والخلف هم الذين يخلفون بشر فاللهم اجعلنا خلفا ولا تجعلنا خلفا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا إذن المؤمن ولو تعرض عليه الدنيا كلها كي تكون ملكه الخاص على أن يترك الصلاة لا يقبل ولكن وَأَسَفَاهُ 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 كثيرٌ من المسلمين ما أعطوا ولا شيء وتركوا الصلاة تركين الصلاة وما أعطوا شيء مؤمن ولو تعطيه الدنيا كلها لا يترك الصلاة وهناك من لم يعطى أي شيء وتركها والله هذا الخسران المبين هذا وإن ادعى بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراجع الدعاء إنه الدعاء غير صادق تارك الصلاة ولو ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراجع الدعاء وإن والمحب وإن وجد تقصيرا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيبرهن الآن الآن مين قال لك أنا لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان ترك للصلاة لا والله حبه وسأبرهن عن هذا من اليوم سأتوب إلى الله من اليوم سأصلي من اليوم سأحيي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فلنعلنها جميعا والنصرخ بها جميعا كلنا نحبه كلنا نحبه كلنا نحبه كلنا نحبه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر من أنفسنا نحبه أكثر من آبائنا نحبه أكثر من أمهاتنا نحبه أكثر من أبنائنا نحبه أكثر من أموالنا وأولادنا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة محبته وحقيقة اتباعه ففي هذه الليلة إن شاء الله جميعا كلنا جميعا سنبرهن أننا نحبه وإن وجدنا تقصيرا في التعبيد عن محبته نتوب إلى الله نقلع عن هذا التقصير نندم على فعله ونعزم أن لا نعذى إليه كلنا نحبه ونحب من يحبه ونحب من يدعو إلى سنته ومن جملة من يحب الشيخ أحمد الذي أترك له الكلمة أترك له الكلمة وأترك له الميكروفون تكميلا لما قال حبيبنا أخونا الشيخ سعيد الزياني لا بد أن نبرهد وأن نثبت حقيقة الكلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفته كيف كانت صفته كيف كانت حياته ما هو منهجه كيف كان خلقه هذا الجواب ومن يسمع الصوت كيف كانت ولا يرى الصورة إنه المصحف كلام ربنا جل وعلا الذي يحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الجواب هذا هو البرهان لا بد أن يكون له واقع في حسك واقع في أخلاقك واقع في صفاتك واقع على أن تجعله منهج هذا كتاب من؟ كتاب الله ومنهج من؟ منهج الله حسك أقع في حياتكم على أصمتالك أصمتالك أمتالك أمتالك أصمتح أمتالك أصمتB أمتالك أصمتلاك أصمتلاك أصمت 매�pus